هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي هاي جميعاً بتصدق أنه صرنا بثالث حلقة من بودكاست اللي قد بنت تعمنا هيدا الحلقة مع نحية كبيرة وفنانة مونة سعودة مونة هي من الأردن صلى زمان عيشة في لبنان وبهيدا الحلقة بتخبرنا كتير عن قصتة كيف أجيت وكيف بلشيت رحنا لعندها على البيت كمان خل مرة أجت ليال معنا ياي كنت موجودة أنا البيتة كان خيالي كانوا مدحف ياريت كان فينا نصور كم صورة ونحطهم بالبودكاست بس بودكاست ما فيكم تشوفوا شي على البيت شو فينا نخبركم على مونة سعودة خليها هي تخبرنا مرحبا مونة مرحبتين أهلين فيكم نتشكري كتير لأنه عزمتين اللي عندك على البيت أهلين فيكم مونة نحن عادة منحب نبلش الحلقة بنسأل ضيفتنا أنه هي تعرف عن حالها بطريقتها الخاصة فإذا فيك تعرفين عن حالك كتير صعب أنا مع الزمن صرت فنانة عندي اسم كتير كبير صح بس بديت هذا بكنت أحلم من أنا وصغيرة أنه أعمل إشي إبداعي بحياتي أن الواحد موتى حياة فترة من الزمن وبعدين بيخلص بس هذه الفترة شو بدي أعمل فيها لما يكون صغير بلاي أوف خمسين وستين وسبعين وإلى آخر هي كتير فبدأ حلمي أني كن أنه أشتغل إشي فني وبدأت في البدايات أكتب شوية شعر وأرسم شوي وأنا بالمدرسة وبدأت إنحط شوي وإهتم بالفان وفكر اللي عملته طول حياتي أنه حقق بعض هذه الأحلام ولسه بحلم لهلا أنت توفولتك شوية ميزك أنت بعمان عايشين حد الأثار الرومانية مصبوط إيه وبتقولي دايما أنه كنت تستوحي منهم كنت تمشي مسافات طويلة على المدرسة تتطلع حواليك تسفيك تخبرنا شوي يعني بالحقيقة أعمان بلما ولدت سنة الـ 45 كانت مدينة كتير صغيرة وبيتنا كان تماما على مدخل مكان أثري روماني عمان قديم اسمه سبيل الحوريات فيعني بس أطلع من باب البيت إذا بمشي ثلاثة متار أنا واقفة بين أعمدة قديمة وأشياء منقوشة وإلى آخره وهذا كان ملعب الطفولة على بعد شوي من البيت يعني شيء ميت متر في المدرج الروماني وكان في حوالي المدرج الروماني تماثيل مرمية تماثيل أشخاص نسوان وجوه إلى آخره فكنت كتير حب أتلمسها وشوفها كتير منيح وغرامي كانت المشي في جبال وطلقيت الحجار من الأرض طلقيت الحجار الطبيعية ولهلأ إذا بمشي بأي مكان كمان بلملة محجار صغيرة لأنه علاقتي مع الأرض كتير قوية لأنه يعني دايما عندي إحساس من الطفولة أنه هذه الأرض هي أمنا وهي بيتنا الحجر بيعني لي كتير أنت بشتغل أكتر شيء مع الحجر مظبوط؟ إيه أنا بشتغل مع الحجر لأنه الحجر هو المادة الأساسية بالأرض وأكيد الحجر له حياة مختلفة عن حياتنا يعني نحن أعمارنا بالسبعينات هلأ صار الثمانينات تسعينات لا أكثر بس الحجر بالأرض تكوينه عمل عبر ملايين من سنين فأنا بحس طبعا في في حياة بالحجر في نبض بالحجر وبعدين في نوع من القداسة بالحجر بدون ما الواحد يكون مؤمن بأي شيء حتى إذا بنعرف بالديانة الزين مثلا إنه التأمل بيجي عبر حط حسوة حجر طبيعي مدور والتركيز فيه هو اللي بيقدي إلى التأمل فأنا إلى حد ما يعني عاشقة للحجر والحجر صديقي وما ممكن الواحد يشتغل طول حياته بإشي إلا ما يكون بحبه كتير وبيضحي مشانه بوقته بجهده بحياته بكل شيء وعلى عمر 17 أنت بالبيت كان شوي يمكن البنت ممنوع يروح على المدرسة أم إذا بنشتغلوا بدون يعملوا مع الميت بقررت تفلي على بيروت لا فليت قبل 17 فليت بالحقيقة ب16 لأنه كان حلمي أنه روح على باريس وقدرس فن وسألت كيف القبول في مدرسة الفن بباريس إنه ما في ضرورة للإشي اللي معادل للبكالوري عندكن اللي هو بالأردن بيسموه التوجيهي إنه بيقبلوا بس بشهادة الثانوية فقلت لشو ضيع كمان سنة من عمري مشان أخذ هاي الشهادة اللي ما بتتفيدني فهربت من أهلي وكنا متعودين بالحقيقة نسافر بالسيارات من عمان لدمشق أو لبيروت مع الأهل بزيارات عادية وكان تخطيطي بهذاك الوقت إنه روح أوتوستوب لباريس فنزلت ببيروت كان فيه بكورنيش المزرعة إشي اسمه يوث هوستل فرحت نزلت باليوث هوستل اللي كله أوتوستوبر لأنه كان بهذاك الوقت الموضع الشباب إنه برحلوا بالعالة وما بيهمهم لا يكونوا أغنية ولا يعملوا بزنس ولا شي فعادت بهذا اليوث هوستل أول ليلة وتمشكحت ببيروت طول نهار كامل هيك رايحة جاي إلى آخره وبعدين باليوم الثاني ما لقيت إلا خي الكبير اللي كان ساكن ببيروت طبعا بابا قال له إنه مونة هيها راحت والأرجح إنها تكون ببيروت فلاقيته عم بستناني باليوث هوستل شو القصة؟ قلت له هيك هيك القصة طيب قال لي بالمستقبل إذا غيرتي رأيك وبطلت بدك تدرثي فن على الأقل عملي هايدي الشهادة اللي مثل البكالوريا وبعدين روحي وين ما بدك قلت له بس عشرت ما برجع العمان قال لي أوكي موافع رح تدورت هنا على مدارس اللي بيعملوا سنة آخر سنة مدرسية طلع إنه نزام البكالوريا كتير بيختلف عن نزام بالأردن بس لقيت بعالي بالمدرسة الوطنية في عاملين قسم اللي بيعملوا التوجيه المصري والتوجيه المصري كتير بيشبه الأردني فكيفت أنا بدأت لعلى علي بالجبل مدرسة داخلي يعني ما في أهل وتوجيه مصري سهل وهيك بالحقيقة بديت وبهذه السنة بالحقيقة أحضرت كتير قليل بالمدرسة بس ما خليت معرض في بيروت أو منتدى فني منتدى ثقافي اللي تعرفت عليه وبهديك الوقت بالحقيقة تعرفت على كل الفنانين اللبنانيين اللي يضلوا أصحابي طول العمر يعني مثل بول جلاغوسيان ميشيل بصبوس وأخوانه حليم جرداء إلى آخره كل الشعراء أدونيس أونسي الحاج وكل هن كانوا يعني معجبينها البنت الصغيرة هذي وما كان يصدق لما أقول أنا بحلم بدي روح لباريس يضحكوا إنه وعملت أول معرض إلي ببيروت بالكافي دولابريس اللي كانت بالحمرة بمبنى جريدة النهار الأديم وساعدني كتير بهذاك الوقت بول جلاغوسيان وانكتب عني مقالات بالجريدة وبتذكر أعملت حديث بإذاعة لندن وهيك بديت بالحقيقة وبعض الأعمال اللي كانت كافية إنه أشتري بطاقة السفر مشان نروح على باريس بس وقتها مشان نروح الواحد لمحل اللي بيحلم فيه لازم يسافر بالبحر مش بالطيارة وهيك عملت وكانت رحلة أسطورية اللي هلأ بتذكرها هذا أخذتك وقت تتوصلي رحت عمى سايا ممكن بالأول رحت ممكن أخذت السفينة حوالي سبعة أيام تقريبا وكان يوقفوا بكل إسكال مثلا واحد بالإسكندرية مرة تانية بجزيرة سيراكوز وآخر إسكال كانت بمارسيليا وبتذكر أني من جزيرة سيراكوز كتبت رسالة فلسفية لأبوي عن مشروعي بالحياة وإلى آخرية وقال بعتها بعتها بالبريد من هناك بفكر وصلته بعد شهرين ثلاثة وهيك اللي بديت بالحقيقة ومن أول ما وصلت ساعدني حليم جرداء اللي كنت متعرفة عليه هون وكان عايش بباريس والوحيد اللي كان عندي عنوانه ساعدني أول شي لأيقوضة بأوتيل كتير رخيصة بخمسة فرنك بنهار واكتشفت إنها بخمسة فرنك إنه الدنيا برد بس ما قومة فيها تدفئة مشانيك بخمسة فرنك المهم ورأسا أخذني على مدرسة على البوزار اللي كان معي رسوماتي وأشياء سجلت رأسا بما إنه كان الدنيا شهر شباط يعني شوي السنة بادية قالوا لي فيك تسجلي إليف ليبر تحضري كل الدروس وبتفوتي على كل الأتلية وبتشتغلي وقلت شو بدي أحسن من هيك وهيك بدأت طب أول مرة دي عملتي بيروت كان رسم ما هيك ما كنت بعد ايه كان رسم طبعا يعني النحط كان يمكن جربت وأنا بعمان لأنه ما كان في حدا يعلم ولا يعرف إنه اشتغل شقفة جفصين ولا شي بس كنت اهتمة كتير إنه بحب المنحوتات وكان بعمان بالحقيقة شي ثقافيا اللي كتير فادني كان فيه البريتش كونسل بعمان والبريتش كونسل عندهم مكتب كتير كبير فكنت دايما نروح وأخذ كتب الفن أرى كتب الفن وكنت مغرمة كمان بالشعر إنه أرى شعر إليوت مثلا فلما تعرفت على الشعر العرب بالحديثيين قلت خي هدولة بشبهوا الإليوت فهيك اللي صار حضرتك شعر وباريس وباريس بديت بالحقيقة رأساً بديت باللحط وكيف كانت خبرتك بباريس كتلميزة كعيشة هوني كنت اشتركت بالثورة الطلاب كمان بالـ 62 والثورة الطلاب أنا رحت عباريس بالـ 64 ثورة الطلاب صارت بالـ 68 يعني كان لأ طبعا باريس متحف كبير متحف كبير والبوزار كان فيه تلميز من كل العالم يعني مش عارفة يابان وإسبان وقولونيين وروس فكنا خاصة بالأتليا اللي أنا يعني انتميت لقيله اللي هو الشغل بالحجر والتاي ديريكت يعني بالإضافة للرسم يعني لأنه فكانوا من كل العالم وكنا هيك نوع من international society يعني فكتير بتذكرهم وكتير كان جميل الشغل الجماعي معهم وكنا أحيانا نشارك بمعارض مع بعض ليه وقدرت ترجعي على عمان أول شي أقدرت أرجع بالحقيقة بعد ما شاركت بثورة الطلاب بالـ 68 وكانت تجربة كتير عظيمة يعني لأنه بيحصل الواحد على وعي سياسي كتير كبير من خلال هذه التجربة اللي ما دامت وقت طويل يمكن شهر أقل من شهرين تقريبا وبعديها خلصش كل شي ورجعت الأشياء لحالة طبيعية فحسيت بها دا كل وقت أنه الثورة أو التغيير هو عملية كتير طويلة وأحلى أنه أعيشها بالبلاد اللي أنا بنتمي لإلها فبهذا القرار رجعت وكان بالحقيقة وقتها آخر سنة اللي بأي يار كان لازم أتخرج فيها بـ 68 بس كونه لغوا البروغرام لهذه السنة كان لازم يتأجل للسنة اللي بعديها فقررت أنه سافر ومش فارقة معي لأنه تعلمت أنه الشهادات مش مهمة إطلاقا وعلى هذا الأساس طبعا كان هون بالبلاد بادي ثورة الفلسطينية خاصة بالأردن فقررت أنه أرجع لعمان وابدأ أول شي أنه أشتغل مع الولاد الصغار اللي بالمخيمات الفلسطينية وكانت كمان تجربة كتير حلوة اللي الولاد الصغار رسموا أشياء هالأدية مهمة وجميلة وكانوا يعطوا أحاديث كتير حلوة مش عارفة بالسياسة بالحياة بتجربة الحرب اللي نتيجة هذه التجربة قررت أعملها بكتاب اللي هو اسمه طلع شهادة الأطفال في زمن الحرب وجيت عبيروت مشان أطبع الكتاب وكمان جرب بيروت وهيك قررت أنه استقر ببيروت ليه معمسان ليه قررت تستقر هنا مش بعمان بعمان كان لسه الحياة الثقافية والاجتماعية كتير ديقة فبيروت بهذاك الوقت كانت نوع من مثل ما بسميها نزيل خاطر مختبر للثقافة العربية يعني كل الفنانين العرب كل الشعارة العرب كل كانت مركز مهم كثير للإبداع العربي ففيها هذه الحيوية الثقافية بالإضافة إلى الحرية الشخصية بالحقيقة هذه اللي خلتني أرر أنه اختار بيروت بعدين قال المدس بإلي العالم العربي بالحقيقة ما إلو حدود خاصة بالثقافة يعني نحن المثقفين العرب فيك تقولي من المغرب للخليج كلنا منعرف بعض كلنا منقرأ شعر بعض وكتابات بعض كلنا منحضر معارض المعارض اللي بساويها أي واحد بأي واحد عربي بمحل تاني سواء كان سوري سواء كان مغربي فهذه الوحدة الثقافية كتير مهمة وبتخيل أنها لسه مستمرة لحد الآن بس للأسف أنه بطل فيه تمركز لإلهاب بيروت بس بدل بيروت الحيوية الثقافية والسياسية فيها مهمة لأنها يمكن البلد العربي الوحيد اللي فيه نوع لسه من حرية الشخصية وحرية الرأي يعني بيروت فيك تحكي مع مين ما كان بأي وجهة نظر سياسية بتنتمي لها أو بتفكري فيها بصوت عالي اللي مش ممكن ينعمل بالبلاد العربية الثانية كنا عم نحكي مبارح أنه كيف تترباع الشاب مش تترباع ما معرف أنه الشاباب في لبنان يعفلوا يعني يجربوا يفلوا يبدون يفلوا وانت رجعت لهون أنه ما بعرف يعني أنا فكر أنه أنا مش من النوع الناس اللي بفل لأنه أي محل تاني مش رح يكون أفضل وفكر كتير الناس اللي راحوا ندموا أو عاشوا حياة صعبة أو ضلوا يحنوا ويمكن في من هون كتير رجعوا فيه في كتير رجعوا مع أنه بنتي يعني ناس واحدة من الناس اللي اللي قررت تعيش برا بس يعني لظروف حياتها أو زواجها من أجنبي إلى آخره فالحياة مفتوحة على كل الاحتمالات عادة بشغلك تركز كتير على موضوع التكوين وموضوع الأرض والأم وأكتر من أنت نقول موضوع ما تحب كتير تشتغل بموضوع سياسي فيه صليك بس ليش يعني شو هي قصة التكوين عندك لها الأدم هملة عليك بلا أنه أنا بحس أنه كل شي بالعالم هو تكوين من تكوين الجنين في بطن الأم لتكوين فكرة لتكوين قصيدة لتكوين منحوطة ها فكلمة تكوين وبالحقيقة كلمة تكوين ما في إلها معادل بأي لغة تانية يعني أي كيف ما ترجمتيها ما إلها معادل إطلاقا يعني وهذا من جماله بلاغة اللغة العربية إنه تكوين لأنه كمان حالة مستمرة هو مش إشي بيبدأ وبخلص هو إشي في سيرورة دائمة مثل الأرض والحجار والسماء والكواكب هي بحركة تكوينية دائمة مع اختلاف المسافات الزمنية أو عد الزمن والانتماء والانتماء للأرض يعني فأكيد رح يكون معظم منحوتاتي لها علاقة بالأرض وحتى بالأشياء اللي عملتها اللي لها نوع من أفق سياسي مثل الرسومات الكثير اللي عملتها خلال الحرب أو الرسومات اللي عملتها مثلا يوم الأرض الفلسطينية فيها هذا البعد سياسي بس مش بعد سياسي بالمعنى المباشر أنا بروح دائما للأصل أو للإشي الجوهري مش الأصل لنقول بروح للجوهر فالزهاب إلى الجوهر غير مؤقت وشو أكثر منحوطة عن يتلك صعب السؤال صعب كثير صعب كثير هي كانت أصعب وحدة أخذتك غير أنه أخذتك وقت تشتغلي عليها كأنت قد أعطيتها من حالك أنا لكل من حوطاتي بعطي نفس المستوى يعني لما أرر أنه أبدأ ما حوطة وأشتغل لازم تطلع من روحي ومن قلبي ومن ثقافتي ومن كل شيء أخبرته بالشغل بالنحت فهي عملية يعني دائما لازم تكون صادقة مشانيك بالحقيقة لما يكون عندي معرض إلى آخرية معظم الناس بقولوا كأنه فيتين على معبد وحضرتك شاعرة كمان كان عاما قوي بكتب شاعر من وقت يعني ما في نسمي حالي شاعرة محترفة بس كانوا اتنين اللي عندهم مجلات أدبية اللي هو أدونيس ومحمود درويش أدونيس كان عنده مجلة مواقف ومحمود درويش كان عنده مجلة الكرمل فكان أي شاعر بكتبه ينشره فورا أنا بفكر يعني بالعمل الإبداعي أهم شي هو الصدق وأنه الواحد يشتغل لنفسه لأنه أنا بشتغل أنه هذه طريقتي بالحياة أنه أعمل هذا النوع من الشغل النتيجة مفتوحة ما إلي علاقة فيها وعم تشتغل على شي هلأ يما شوف فيها بالمستقبل مش عارفة يعني في عندي كم من منحوطة عم بشتغل عليهم وفي هلأ عم بابني كمان عم عمر بيت بالمشرف اللي كتير كبير واللي بده يكون مثل معرض دائم لأعمالي قلت أحسن ما أخد أعمالي لما عارض إلى آخرية ساعتها أسهل أنه الناس يجل عندي والحلو أنه سبيس كبير يعني وقريب كتير من بيروت ومطل على الجبال الخضرة والبحر لأنه بيروت شوي صارت ديئة يعني شوي كتير يعني يعني مثل ما أنا هون أصلا البيت كتير صغير من عمارات بنت خلفي البيت شوي تشقق يعني وصار يفوت مي وإلى آخره وبعدين حلو الواحد بعد من زمن لزمن أنه يعمل تغيير جزري بحياته فكتير فكتير ناس بقول لي أوف ما بتندمي بدك تتركي هذا البيت إلى آخره قلت كل شي حلو في كل ذكرياته بتضل عايشة بمخيلتي وهذا كافي فلازم الواحد يكون جريء لفكرة أنه يتخلى عن الأشياء فأنا تخليت يعني بتخلى بسهولة إذا قررت وحلو الواحد مثل ما قلت أنه يعمل تغيير جزري أكيد كوني كمرأة خاصة أول ما بلشته كفنين كان في شي صعوبات لأنك مرأة يمكن بعنا ما كان في كثير نساء بيشتغلوا بالنحة مثلا بالحقيقة ما بأمري فكرت أو تعرضت لهذه المشكلة لأنه للنساء كان أصعب يمكن بأوروبا بالبلاد الغربية كان أصعب للنساء أن يكونوا فنانات لهن اسم يعني مؤخرا فنانات كثير عاشوا وماتوا هن مش معروفين بأوروبا أو بأمريكا اللي مؤخرا بدت أعمالهم تروح للمتاحف يعني أنا بتذكر سنة 1993 كنت بواشنطن وكان عندي لقاء مع مديرة هيرش هورن ميوزيوم وتفاجأت أنه أعمال مثلا فنانات كثير صاروا بعدين مشهورين لهذاك الوقت ما كانت أعمالهم داخلة بالمتاحف الأمريكية كثير منهن إن شهر أزواجهن واللي هن المرة هي اللي كانت مخترعة على الستايل والقفزة بالفن بس اللي طلع اسمه هو كفناني كبير هو زوجها مش هي فأنا اتفاجأت بهذاك الوقت إنه حتى بالغرب كان هيك بالعالم العربي بالحقيقة أنا ما بمر حسيت هذا الشي لأنه لما بدت الحركة الفنية بالعالم العربي سواء بالعراق بالأردن بالمغرب بالسعودية حتى كان فيه دايما فنانات وفنانين وكانت أعمالهم تعرض على نفس المستوى ودخلت المتاحف بنفس المستوى وأنا كنت لاقي كل التأدير يعني لما روح عمطاري وقلولي شو بتشتغلي بقولهم نحات اف إعجاب يعني فما كان في هذه المشكلة بعالمنا العربي يعني أنا بتذكر مرة قريت كتير اتأثرت قريت مذكرات كاميك لوديل اللي كانت تشتغل مع رودان ورودان ما اشتغل حجر إطلاقا فكل المنحوطات الارخام عند رودان هي كاميك لوديل هي اللي نحتتهم وما كان عندها اسم بالمرة وفكر وبدت كتير صغيرة بعدين سنة 2013 أهلها غضبوا عليها لأنه كانت مرة كتير متحررة وحطوها بملجأ للعجزة أو للمجنين وهذه المرة عاشت حربين على ميتين بهذه الملاجئ وكانت بالملاجئ في الكتاب اللي لقيته عن مذكرات مش مذكرات يعني حول أعمالها إنه كانت تترجع أهلها يرجعوها على البيت بس مشان تتدفع وأخوها كان كاتب كتير مشهور بول كلوديل فالشخص اللي عمل الكتاب عنها كان بالصدفة رايح يعمل بحث عن بول كلوديل فلما راح عن بيت العائلة وطبعا فتحوا له المخازن والأرشيف والورق صار يلاقي بين الورق هذا الرسائل اللي كانت تكتبه كانت تكتبها من الملجأ لأهلها فقرر أنه يعمل الكتاب عنها وأنا كتير اتأثرت أنه هايدي باريس بالقرن العشرين اللي كانت بلد متقدمة حرية إلى آخره اللي كان كل الحركات الفنية الحديثة عم تطلع منها أنه واحدة من هذا النوع انسجنت تقريبا لحتى توفت سنة ال56 أو 57 السياة بعتقد مارا أنه نحن مش ضروري نلحق الغرب وطريقة اللي هنا بيشتغلوا فيها نحن عنا طريقتنا كالعالم العربي أكيد أكيد هلأ في عالمية بالفن يعني بيختلف يعني بفترات الخمسينات والستينات يعني نحن عنا أصلا الفن الغربي الحديث التجريدي عملوا بفترات كم سؤال أصنع على مقرب كتار لأنه كل مكان جماله الخاص والمختلف عن الثاني فما بعرف جاوب أسئلة مختصرة يعني ما لشي إذا فيك تتعاش مع شخصية تاريخية مين بتنق تعاش مع أما حالة شخصية تاريخية تاني لك ما مش عارفة كنا نعفة السؤال لا أنا بحب عيش لحالي بتعرف تعرف على هدول الشخصيات شو أحسن نصيحة حدا نعطيك إياها حدا نعطاني إياها بالحقيقة مش متذكرة بالحقيقة طب إذا أنت فيك تنصح يا شباب بشي شو بتودي لن إنه يعيشوا حياتهم مثل ما بيحبوا ويشتغلوا يمتحنوا العمل اللي هني بيحبوا شو أكتر صيفة بتحبية بحالك بحالي مش عارفة الصبر طورة البال والتأمل شو أحلى ذكرة من طفولتك أحلى ذكرة من طفولتي المشي بجبال منا شكرا كتير لوقتي كتير مبسطنا بالحديث معك أهلين فيكم شكرا لأنه عم تسمعونا ما تنسوا تعلموننا like و subscribe نحنا على facebook و على instagram و please 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 داركن عم تعلموننا كتير عم ننبسط فيهم يعني مش كل ما تبينين tip of the day ايه ما تنسوا بس تفلوا من البيت الطف والأضوية والتيفي والغسالة والمايكروويف وكل الاشي أنه طفوا كل شي وقروا كهرباء يعني وماي باي باي باي